هذا وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر شكر وتقدير جلالة الامبراطور أكيهيتو امبراطور اليابان على تعازي سموه ومواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان وعلى ما أبده سموه من مشاعر طيبة تعكس طبيعة العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين البلدين فيما جدد حكومة اليابان جددت دعوتها إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لزيارة اليابان وقد جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لسعادة السيد كيوشيا ساكو سفير اليابان المعتمد لدى المملكة وخلال اللقاء استعرض سموه مع السفير الياباني مسار علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين واليابان وأكد سموه في ذات الوقت اهتمام مملكة البحرين بالارتقاء بأفاق التعاون والتنسيق مع اليابان في مختلف المجالات معربا سموه عن الارتياح للمراحل المتطورة التي وصلت إليها درجة التعاون البحريني الياباني في المجالات المختلفة وما تميز به من الارتكاز على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنمية مصالح البلدين وشعبيهم الصديقين وأشهد سموه بتطور العلاقات البحرينية اليابانية وبتنامي التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات مؤكدا سموه على متانة الروابط الاقتصادية والسياسية بين البحرين واليابان والسعي المتبادل لترقية التعاون الثنائي بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية من جهته أكد السفير الياباني أن حكومة بلاده تنظر بإعجاب للإنجازات التي حققها بل حققتها الحكومة برئاسة سموه رئيس الوزراء والتي حققت الريادة لمملكة البحرين في مجالات عدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر